طبعاً الجمهور الإسرائيلي مؤثر جداً بسبب هذه الكارثة التي حصلت في قطاع غزة خلال 24 ساعة لقوا دحايا 24 جنود وذلك يؤدي إلى ألم وأسف كبير ولكن بالنسبة للصورة الكاملة لا يؤثر هذا الحادث على موقف إسرائيل بالنسبة لاستمرار الحرب من جهة كانت إسرائيل وعرضت على حماس عن طريق مصر الصفقة لإطلاق نار مؤقت لشهرين مقابل إطلاق صراح المحتجزين ولكن حسب ما وصل من المعلومات الدولية أن الحماس رفض هذه الصفقة ولكن هناك موافقة واسعة في المجمهور الإسرائيلي ضد وقف إطلاق النار أو وقف الحرب إطلاقاً الذي طلبته منظمة حماس ولذلك الاستمرار هو برغم من الكارثة التي حدثت ولكن الكلفة عالية منذ انطلاق العمليات البرية في غزة سيد شمعون الكلفة عالية جداً لهذه الخطة منذ انطلاق العمليات البرية ويبدو أن الجانب الإسرائيلي يخفق في التعامل مع استراتيجية حرب الشوارع هل سيغير من هذه الاستراتيجية برأيك؟ لم يكن أي توقع أن الحرب داخل المدن وداخل الشوارع التي هي مليئة بالأنجام وقنابل التي وضعتها منظمة حماس كان منتواك أن تكون صعبة جداً وأن تكبد الخوات الإسرائيلة بخسائر هذا شيء معروف ولكن للآن الخسائر 220 جندي الذي وقعوا دحاياهم هو أقل بكثير مما كانت الخسائر في 7 أكتوبر يعني خلال 3 شهور الخسائر إذا نتكلم عن إحصاءات وأرقام الخسائر هي حسب ما يتواقع بالنسبة للظروف ظروف الحرب في الشوارع وفي المبني وتحت الأنفاق وتحت الأرض وحسب ما يتواقع واليوم كما صرحوا السيد جالانت والسيد جانس والسيد نتانياهو يعني بصورة منسقة بينهم أن الحرب يستمر إذا ليس هناك موافقة على وقفة لكنر مؤكد كما طرحت إسرائيل هذا الرعي عن تاريخ مصر إلى منظمة حماس